هل استخدم الله النشوء والارتقاء كوسيل الخلق كما يدعى البعض؟ دي بقى ده سؤال مهم جدا لأنه ناس كتيرة بتحاول تقولك لازم نقبل النشوء والارتقاء ما هو الانتخاب الطبيعي صح والطفرات العشوائية بس مجموعهم ما يعملش نشوء والارتقاء بالمرة زي ما شفنا ودرسنا وشرحنا بالتفصيل والفيديو جميل جدا فالناس تقولك ايه طيب ما احنا مش هنمشي ضد العلم بس خلي بالكوا ايه نوع من العلم؟ العلم الافتراضي تمام ما هواش العلم بتاع المعامل فبتكون النتيجة انهم يقولك طب ممكن ربنا يكون بدأ عملية الحياة وسبها تتطور بمعرفتها طبعا ده زي ما قلت بيعتمد على انه في سايكل من الحياة والموت والحياة والموت والحياة والموت وده مخالف جدا لفكرة الله لأن الله خلق بكلمة قدرته ما استخدمش الموت كوسيلة للحياة والموت دخل بعسيان آدم اللي هو تخلق في اليوم السادس وبعد فترة قضاءها في الجنة ما نعرفش قد ايه سقط والجنة دي على فكرة كانت على الأرض مش في السماء تمام فبسقوط آدم دخل الموت إلى العالم اجتاز الموت إلى الجنة بالزبط وما كانش فيه تفارات عشوائية يعني تفارات العشوائية والأمراض ظهرت بعد اللعنة بعد السقوط يعني أنا دايما نقول في جنة عدن ما ليش وظيفة هناك لأني ما فيش مستشفى ما فيش مرض وكل حاجة يعني كاملة دي الخليقة الكاملة وهيكون فيه اكتمال في النهاية زي ما درسنا في السيفن سيز في المجيء الثاني للرب يسوع هتكون فيه سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر والموت لا يكون فيما بعد ويمسح الله كل دمعة من عيوننا فده فكر الكتاب شح يكون مرض ولا لعنة ولا أي شيء بالزبط كده الكمال اللي فقدناه في الخليقة الأولى فعشان كده فكر الكتاب المقدس عشان نحشر فيه نظرية داروين بتاع النشوء والارتقاء احنا بندمر كل حاجة لأنها لا تتماشى مع الكتاب المقدس ولا تتماشى مع الافتراضات بتاعة النشوء والارتقاء لأنهم هيقولوا لك ما فيش ربنا اللي هيوجه ده هي عملية غير موجهة وليما ناخد موقف يعني مباشر بدون المساير أو المساومة وعارف يا أسيس نظار حديثا في مجموعة مش مسيحيين عملوا حاجة اسمها intelligent design قالوا أنه لازم الخليقة دي لازم يكون لها مصمم لأنها مش ممكن تحصل كده بعشوائية في حاجة اسمها irreducible complexity يعني ايه التعقيد الغير قابل للاختزال اللي مش ممكن تختازل لازم كل حاجة تكون مع بعض يعني الجسم بتاعنا لو أنا جرحت نفسي هنا هتكون النتيجة أنه الدم هينزف لكن فيه 13 عامل بيشتركوا مع بعض عشان يعملوا يحولوا حاجة اسمها fiberinogen لفايبرين عشان تقفل هذا الجرح وإلا أنزف على طول ما قدرش أستنى ملايين السنين عشان كل عامل منهم يتكون 13 عامل دول حاجة اسمها extrinsic factor وintrinsic factor وcommon pathway وحاجة معقدة جدا 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 عارف الناس اللي عندهم الهيموفيليا مرض اللي هو سيولت الدم ده عندهم نمر التمانية بس اللي ناقص لكن عندهم البقيين بس ينزفوا لحد ما يموتوا مع وضنانهمش factor edda تمام factor edda طلع AOPC كمان فاللي عايز أقوله هذا التعقيد بس من تجلط الدم يبين أننا محتاجناش ملايين السنين عشان نتطور يعني عم بفكر حتى قبل ما الاكتشافات الحديثة والإكس ري وكل هاي الماشينز اللي بتشوف جوه الإنسان يعني واحد مثل توماس أكوينس اللي تكلم عن نظرية الديزاين الديزاين وكيف كله بصير بتناغم مثل ما حكيت مبارح دوران الأرض ودوران القمر وحول نفسها وحول الشمس وكيف والجاذبية والمسافات والهواء والمسافات وكله يعني it's a design طبعا مش حاجة عشوائية أبدا لأن العشوائية ما تعملش يعني العشوائية دائما نقول ممكن العشوائية تطلع لي عين قدامه وعين وراء ما هو الصدفة وهضعها اه ليه بقى الزبطوا مع بعض وفي العنتين ويمشوا بعدين العصب البصري وقدر أشوف وقدر أسمع ده كله حاجة معقدة جدا 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 عارف أقول مثال تاني سريع جدا في الودن عندنا تلات عظمات صغيرين مهمين جدا بيكبروا الصوت لما بيجي على طابلة الودن وبعدين ينقلوه لحاجة سائلة وبعدين تبقى يعني فيه سائل يخبطه فيه كده وبعدين ده يتحول لمجات ونسمع الصوت فيه واحد اسمه براين كوكس ده راجل مشهور قوي في بريطانيا وبروفيسور الراجل ده بيقولك ان التلات عظمات دولة كوينه ازاي ان التمساح كان عنده الفك السفلي بتاعه فيه عظمات كتيرة تلاتة منهم هجروا وراء وعملوا الودن وهو بقى لما كان تمساح وازاي احنا بقينا بني قدمين انا عندي اللقطة دي على فكرة وموجودة على البي بي سي في التيتشنج بتاعهم عشان كده بقول الشباب متعرض لضغوط غير عادية لان ده اللي بيتقدم لهم احنا عايزين نقدم لهم كلمة الله ونقول لهم تعالوا نتناقش وكل ما يحتاج الانسان هو الاستنارة بالزبط يعني كل لما الانسان بيستنير بيشوف الله في كل شيء